وصلت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآة الطبية في جميع المحافظات حيث تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى السويس العام وتفقد جميع أقسام المستشفى للتأكد من توافر كافة المستلزمات والاحتياجات ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة وخلال الزيارة أوصى فريق الحوكمة بإعادة توزيع 29 مكينة غسيل كلوي و30 حضانة على الأماكن الأكثر احتياجا وتفعيل 5 أسرة رعاية مركزة و10 حضانات مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المقررة لسيانة أجهزة مستشفى صدر السويس